بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف حل النمازج للصف الثالث الاعدادي لطلبة الازهر حسب احدث المواصفات طيب احنا عرفنا ان المواصفات اتغيرت في الترم دوت لاسئلة جديدة ما كانتش موجودة في السنوات اللي فاتت هنبدأ ان شاء الله من النموذج الاول اللي موجود في كتاب المعاصر السؤال الاول بيقول اللي هو سؤال المحادسة العادي خالص بيجيب لي فيه تلات نقط وبنكمل النقط ديات بقول اللي انت سامي ميت افتر زا مديير هل داي يعني اتقابلوا بعد الايه الاجازة بقول له هالو قلي سألوا سؤال قال له ان ذهب في مدينة ذهب سؤال قال له بايقار يبقى هنا بيسأل عن وسيلة ايه مواصلات هاولونج عارفين ان كلمة هاولونج بتسأل عن المدة الزمني يبقى هنحط مدة زمني يبقى نرجع بقى للسؤال الاول سؤال اجابته ان ذهب فيه ذهب يبقى اكيد بيسأله قضية الاجازة فين يبقى هقول له ونحط كلمة دد يو اسبند ونحط كلمة يور واده كلمة مد يير يعني قضية الاجازة بتاعت نصف السنة فين طب حد يقول له مستر ممكن اقول يعني رحت فين صح ما فيهش اي مشكلة طب سؤال قال له بايقار خلص يبقى انا بسأل عن وسيلة مواصلات بمين بهاو صح طب بفعل مساعد احنا بنتكلمين على ايه ماضي يبقى هنجيب كلمة دد يبقى هاو دد يو ونحط كلمة جو يعني ازاي رحت هاو لونج دد يو ستي دير زي ما تعودنا بنصف بقالة استفهام هاو لونج وقنا كمان بنصف بكلمة ايه دد سمح حد شرط الرايد بيقول لي يا مستر لما بنصف بكلمة دد بنحاول الفعل الايه لماضي صح يبقى يو بحاولها الى اي الماضي من كلمة ستي يبقى كلمة ستيد ونحط كلمة فور مسلا تو ونحط ويكس يعني قعدت ايه اسبوعي السؤال اللي بعده ده بقى جديد برضو بالنسبة لنا كطلبة ازهر اللي هو سؤال الكمبيلات بنكمل بكلمة من الكلمات اللي فوق اللي هو زي بتاع التربية والتعليم بالزبط مدينيات وترافيك وكوايت وبيسفول وبلايسيز بول ما تروح از ابيوتفول سيتي يعني مدينة جميلة زير ار الط اوف اتراكتف شطار يبقى هنحط ايه بلايسيز اللي هي اماكن جزابة او رائعة هير انزا سيتي مش بطيء مفيش تلوث يبقى هنا بيكلم على حركة المرور يبقى كلمة مطروح يبقى بوصفا هي مدينة ايه هادئة يبقى هنا نحط كلمة بيسفول خدناها في الوحدة الاولى حروف الجر مع الوقت يبقى بنقول السؤال التالت في الامتحان اللي هو السؤال القطع بول وان دي في يوم الايام رجل عجوز جي القرية بتاعتنا عشان يزور واحد ايه صاحبه كان فلاح فقير رجل عجوز دوت شاب صاحبه بقى الفلاح كان فرحان ولكنه اكتشف يعني فقير اللي هو حزين يعني خلي ايه سعيد حط ايه صبعه على قطع كده من ايه من الصخر which suddenly اول محط ايده عليها turn it اتحولت into a piece of gold قطع من الدهب يبقى مجرد ما يحط صبعه على حاجة بيحول الايه لدهب he gave it ايه ده بقى القطع من الدهب دي to the poor farmer للرجل ايه الفقير مفروض الفقير ايه يفرح بقى النواة بقى معاه دهب but يعني ولكن the old man saw that his friend was still unhappy بس برضو لسه الراجل ايه unhappy اللي هي بتساوي شطار كلمة sad so he did the same thing again عمل نفس الحكاية مرة تاني حط ايده علي ايه او صبعه علي ايه على صخرة اتحولت لدهب but his or but this time was a bigger piece of rock بس المرضي كان ايه الصخرة اكبر however ولكن برضو the farmer was still sad يعني مازال ايه حزين the old man became amazed استغرب and asked his friend وسأل صاحبه how can i make you happy طب خليك سعيدي زي my friend فقال له his friend replied i want you to give me your finger اديني بقى الايه الصابع اللي انت بتحول به الحجار الايه لدهب طبعا يبقى كده ان هو شكله ايه جريدي شبطار اللي هو طمع نروح للسؤال الاول بيقول how did the old man help the farmer ها ازاي ساعد الايه الفارمر يبقى من خلال القطعة ها ان هو عمل ايه انه changed يعني غير some rocks اللي بعض الايه الصخور into gold من غير ما نرجع للقطعة طب why did the old man decide to help the farmer ليه قرر ان هو يساعد الفارمر ها يبقى هنقول because he was poor كان فقير and sad وحزين بقى طبعا نرفنا بقى and he want us to make him happy do you think that the old man will agree on the order of his friend هل هيوافق على طلب صاحبه ان هو يدول الفنجر بتاعه يبقى هقول i don't sink so يعني لا اعتقد ذلك اكيد لا طبعا طب نروح ليه السؤال اللي بعده زفارمر was الفلاح كان ها يا طرى بليز دي سعيد happy مصرور او سعيد unhappy اللي هو حزين او غير سعيد ولا ريتش طبعا يبقى هنا الاجابة رقم سطار اللي هي c اللي هي كلمة unhappy اللي هي بتسوي كلمة sad زفارمر wanted the old man كان عايزة ايه finger ولا rook ولا eye ولا leg طبعا كان عايز الفنجر اللي هو بيحول الحاجات لإيه لذهب السؤال الرابع اللي هو سؤال اختيارات بيجيب لي فيه اربع جمل space means a good or cheap price حاجة ايه سعرها رخيص يبقى deal ولا meal ولا heel ولا sale طبعا خدناها يبقى كلمة deal قلنا طبعا اللي هي صفقة the suffix full in useful makes it space طبعا use يستخدم بقت كلمة useful قلنا حولها لإيه صح لصفة يبقى كلمة adjective what time is based the train leave اللي at six o'clock طبعا هنا كلمة train المفروض ايه مفرد يبقى هنحط هنا كلمة does يبقى what time does the train leave I would prefer space somewhere outside يا مستر استنى ده prefer احنا خدنا بجيب بعدها فعلي زائد ing معنى كده ان الإجابات كلها غلط يا مستر لا هقولك انت انت نسيت قلنا كلمة prefer او love او like لو جبنا قبلهم كلمة ايه would اه صح يا مستر تقولت لو جبنا would prefer would like would love يبقى في الحالة دي يبقى بنجيب زائد المصدر يبقى الإجابة رقم صحيح نروح لقصة رقم خمسة وده برضو جديد على الازهر بس موجود في مواصفات المدرسة عادي بقى جديد على الازهر بنفس الشكل اللي انتو بتحلوا بيه طول السنة يا مستر احنا اخدنا انه اجيب بعدها جمع طب ما هي زي هيت يا مستر جمع هقولك بقى خلي بالك عشان الجملة دي هتفيها خدعة non of بجيب بعدها ضمير ضمير مفعول مش فاعل زي دي تعتبر ضمير ايه فاعل يبقى non of هجيب بعدها ايه ها خلي بالك بقى يا اما اسم جمع ماشي يا اما ضمير بس بشرط كده كده هيكون جمع بس بشرط يكون ضمير مفعول من زي يبقى نحط كلمة زم خلي بالك عشان دي هتج جملة مهمة last year last year يبقى يكلم على ايه ماضي يبقى عايز الماضي من بلد خدنا طبعا من الافعال الغير منتظمة او الشازة يبقى كلمة بلد i think it is good to buy clothes in shops زان online سهل يا مستر احنا عرفنا على طول طول السنة من الشرح ان في كلمة زان يبقى دي هتو الدرجة التانية من المقارنة الصفة اللي فيها اي ار وخلي بالك يا مستر ان جود ما ينفعش هحط لها اي ار شطار يبقى الدرجة التانية منها كلمة better السؤال الاخير اللي هو السؤال writing write six sentence اكتب paragraph او review او اي حاجة من ست جمل على مين بقى types of transport you use وسائل النقل او المواصلات اللي انت بتستخدمها ان شاء الله برضو في الوصفة اسفل الفيديو هنلاقي كل الموضوعات ديات موجودة وكمان الفيديوهات الخاصة بكتابة الموضوعات الاسسية في المنهج عندنا انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم مع حل النموذج التاني من امتحانات الازهر بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف حل النموذج رقم اتنين لصف السالس الاعدادي طلبة الازهر حسب احدث المواصفات زي ما قلنا قبل كده من كتاب المعاصر نروح للسؤال الاول اللي هو سؤال الديالوج عادل ميتس اتوريست قابل احد السياح في طريقه الى المدرسة فرد عليه التوريست قاله يعني وصلت امتى مش محدد لوقت معين سؤال يبقى هنا مكان الاقامة سؤال قاله نرجع للسؤال الاول زي ما فهمنا بقى قبل كده بنشطب كلمة سأل عن الوقت بنشطبها ونحاول الفعل الى ايه ماضي يبقى يوبا حاولها الى واده كلمة ممكن نحط مسلا اي حاجة مفيش فيها اي مشكلة طب سؤال يبقى هنا هسأل عن المكان عايزين فعل مساعد مفيش يبقى نبص على كلمة مصدر بدون دفعات يبقى هنجيب كلمة ايه اي يبقى كان اصلها كلمة يو يبقى والمصدر يبقى كلمة سؤال قاله يبقى هنقول ما فيهش مشكلة يبقى هنعمل المقص يعني يا ترى تحب تزور ايه او الاماكن اللي انت هتزورها نروح لي السؤال التاني وقلنا السؤال ده جديد بنسبه لنا كطلبة ازهر مديني هلب وغو وريبير وهويفر وبرود والفرستري اولا let me say how space we are of the castle in our town يبقى هاو نحتاج بعدها الصفة شطار يبقى كلمة برود يعني فخور space it now needs تحتاج some work طبعا يبقى هنا فيه تناقض يبقى هنا نحط كلمة however مع ذلك او برغم من ذلك at our community meeting في الاجتماع we decided to improve the castle نحسن او نطور we are going to get some builders اللي هما عمال البناء to space the walls يبقى يعملوا ايه يصلحهم يبقى كلمة repair the walls furthermore بالضافة لذلك children at the school are going to space clean up the rubbish طبعا يبقى يساعد يبقى نحط كلمة help يبقى going to زائد مصدر يبقى هنا نحط كلمة help على طول نروح لي سؤال القطع بول نوها and here mother نوها وامها we are flying كانوا طيرين او رجبين الطيارة to Brazil رحين البرازيل suddenly فجأة there was a storm حصل عصفة and it became foggy الجو بقى فيه ضباب the plane crashed الطيارة اتحطمت نوها woke up استيقظت to find herself لقيت نفسها in the middle of وسط a sick jungle غابة كسيفة من الأشجار she wasn't badly hurt ما كانتش مصابة أوي but there were parts of the plane around the hair بس حواليها شايفة أجزاء من الطائرة المحطمة she discovered that اكتشفت ان she was alone بمفردها in the jungle في الغابة يبقى معنا كده نقول للناس اللي كانوا معها ايه ما يتم she called out على التنادي على her mother أمها but she couldn't see or hear anyone she didn't see animals مش فتش اي حيوانات or birds أو طيور but she heard them كنت سامعهم بس she shouted and shouted for help على التنادي ان حد يساعدها ولكن محدش رد she was scared كانت مرعوبة she sought that she would die خلاص اعتقد ان اياه ممكن ايه هتموت بعد فترة افتكرت أو تذكرت بعض النصائح her father had given her كان ابوها قال لها النصائح دي من years before منذ سنوات ايه بقى he had said كان ايه لها if you are lost in a jungle لو تهتي في الغابة you should find a river حاول الدور على نهر and follow it وتمشي مع النهر دوت اكيد النهر دوت هيوصل لمكان no i had a terrible night يعني قضت ليلة سيئة it was like a bad dream كانها في حلم سيئ زانك استدائي في اليوم التالي she started to walk to find a river بدأت تمشي عشان تدور على نهر after walking for seven days قادت تمشي لمدة سبعة ايام she came to a small town وجدت مدينة صغيرة where people looked after hair وطبعا بقى الناس هناك شفوها ويساعدوا نروح للسؤال الاول بيقول what did noha discover discover بمعنى يكتشف من خلال القطع الاجابة موجودة مباشرة she discovered that she was alone in the jungle تمام شطار يبقى هنقول ان she was alone in the jungle why do you think noha's mother didn't reply when noha called out لبقى ام نوها ما ردتش عليها خلاص لما نوها نادت عليها زي ما قلنا ان كل الناس اللي كانوا موجودين على الطيارة ايه ما تهم يبقى هنقول ده سؤال حسب القطعة ممكن تحط الاجابة او بمزاجك ده وجهة نظرك بقول لك لو انت لقيت نفسك لوحدك في الغابة نمشي مع النصيحة ممكن نقول ونحط كلمة ايه اي اجابة هنا هتبقى اجابة صحيح نروح لي رقم ب noha stayed in the jungle for space days تقريبا اعز الدي في الغابة عرفنا طبعا سيبن وي يوم خلاص اللي هو يوم الحادثة يبقى تقريبا هنقول ايت اللي هما تمني زي بستايتل فور زي تيكست افضل عنوان يطرى ولا صاني داي ولا طبعا يبقى هنا الافضل الوتائه في الادغال او الغابة طبعا انه ما كانش بس او ما عادتش ليلة واحدة بس لا يبقى هنا بيتكلم عموما نروح بعد كده لسؤال للاختيارات خلاص طالما قال لي ماس كنا حفظنا يبقى ده اسمه اللي هو عالم رياضي اول ترعي الاول يبقى كسب اكيد يبقى كلمة شامفينشب ليه البطولة لمجهودات طبعا مع كلمة بنجيب كلمة يبقى هنا مفرد يبقى هنحط كلمة دز طبعا قلنا كلمة اللي هو موسيقار يبقى هنا بتكلم على عاقل يبقى هنحط كلمة هو سؤال لبعضه نيزر فادي سبيس هنحط شطار من بادي يبقى كلمة بمعنى الاسوأ سؤال بيتكلم على ل مشكلات المجتمع وزي ما قلنا كل الموضوعات دي تموجودة ان شاء الله في الفيديو الخاص بموضوعات الكتابة انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم وحل النموذج رقم تلاتة لطلبة الازهر الصف الثالث الاعدادي بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف حل النموذج رقم سري النموذج التالت لصف الثالث الاعدادي لازهر زي ما شفنا في الفيديوهات اللي فاتت النموذج الاول والتاني على حسب احدث المواصفات نروح لسؤال الاول بيقول فينش دفولوين ديالوج طبعا اللي هي شكوى يعني ممكن اكلم المدير فقول له قال له سؤال قال له مش شغل قويس قال له give me your details للتفاصيل and I will send you a new one وهبعت لك واحد جديد نروح بقى له السؤال الاول اجابته I have put a mobile and I want to make a complaint طبعا هنا سؤال ثابت قلنا what is the matter يعني ما الامر او ما المشكلة or what's wrong or what is the problem سؤال قال له it doesn't work يبقى هو عايز يعمل ايه شكوى يبقى هيقول له why do you want to make a complaint لا عايز تقدم شكوى علشان كذا sorry give me your details and I will send you يعني هبعت لك and you one يبقى هيقول له اوكي ونحط كلمة thank you او اوكي thanks نروح لي السؤال اللي بعد كده السؤال الكمبيلت مديني لابد ها اووز ويركل ساينتست وي ميزيشن بول فاطمة قليل بنا سبيس بورن طبعا حفظنا خلاص مع بورن وبين جيف يا اما وز يا اما وار هنا مفرد يبقى تاخد كلمة ووز in alexandria in two southern three when she was a child لما كانت طفلة she is based learning طبعا يبقى هنا هنحط كلمة لفظ يعني كانت بتحب تعلم عن science she wanted to be a great عايزة تكون اكيد شبطار يبقى كلمة scientist اللي هو عالم she is based on a school project يبقى كلمة work on طبعا قلنا كلمة work on يعمل في بحث او مشروع مع كلمة project نروح ليسوا القطعة will you probably have a fridge اللي هي التلاجة in your house to keep your food cool عشان نخلي الاكل cool اللي هو بارد but have you ever thought هل فكرت about what people did الناس عملو in the past في الماضي عشان يحفظوا الاكل والكلام ده people have used ice استخدموا التلج to keep food cool for seven of years in the north of Europe في شمال اوروبا in winter في الشتاء people were able to use snow استخدموا التلج او القليد or ice which they kept underground بحطوه تحت الارض for many months in 1842 سنة 1842 an american doctor دكتور امريكاني called john juri invented a machine رجل ده اخترع قاله to make ice عشان يعمل بها التل he used it to keep people cool استخدموا طبعا مع الناس when they got an illness لما كانوا بيصابوا بمرض called yellow fever اللي هي الحم by 19 places that sold meat in the usa لما كانوا بيبيع الله started to have fridges بدأيب عندها تلجأت and today nearly all homes in the usa have a fridge in their kitchen في المطبخ بتاع we continue to use the same technology بنستمر في استخدام نفس التكنولوجيا for fridge that we have used for a century اللي يقار نطبا the problem is that مشكلة بقى in a room with a fridge in it is a lot noiser يعني اكثر ازعاجا and hotter than other rooms يكون اكثر حرارة برضو من حجرات الاخرى now people are designing بصمم modern fridge لاتلاقيات حديثة that are neither hot nor noisy بتكون شيء لا بتسبب حرارة ولا مزعجة these are going to use less energy وكمان هتستخدم طاقة اقل two so they will be هتكون more efficient يعني اكثر كفاءة نروح لي السؤال الاول بيقول who invented the fridge يعني من اللي اخترع التلاجة طبعا تبقى للقطع او الواحد اخترع machine to make ice كان اللي هو جون جوري اللي هو طبعا الامريكان اه ساينتست او امريكان دكتور اللي هو جون جوري السؤال اللي بعضه do you think fridges are an important invention هل هي اخترع مهم طبعا يبقى الاجابة yes وبقول لي why او why not يبقى هنقول because they keep our food cool what did people use in the past to make their food cool زمان كانوا بيستخدموا ايه علشان يخلوا الفود cool موجود عندنا في البداية هيت خرص in the past people have used iis يبقى هنقول زي used ونحط كلمة iis اللي هو التلج او الجريد سؤال الاختيارات اللي هو على القطع السؤال بيقول جون جوري اماشين زت طبعا نستخدم آلة او صنع آلة ها عشان تعمل ايه made iis ده كلمة افشنط قلنا معناها بكفاءة يبقى ترك طبعا يبقى هنا صنع الاختيارات عن طريق الايميل او الكلام دوت طبعا يبقى هنا ايميل زي قلنا له عكس خدنا يبقى عكسها اللي هي كان ولا كانت طبعا هنا نحط كلمة كان بوجود الفاعل طبعا وي ما ينفعش هجيب ضز في الجمل طبعا خدناها من الافعال بجيب بعدها مصدر بدون اي اضافات يبقى نحط كلمة س سؤال تصحيح بول شال حفظنا ان من شغل الاقتراح بستخدم كلمة شال وي جيب بعدها مصدر بدون اضافات يبقى نحط كلمة جو طبعا يبقى اسمها would prefer would you like to space up tomorrow لنا طبعا would you like to معها مصدر بدون اضافات يبقى هنحط كلمة ميت برضو زي ما قلنا ان شاء الله هنلاقي الوصف بتاع الفيديوهات الخاصة بالرايتنج الكتابة في الوصف اسفل الفيديوهات انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم مع حل النموذج رقم اربعة وكمان النموذج رقم خمسة لصف السالس الاعدادي الازهر